نصل بكم مشاهدين إلى ملفنا الأول لنقاش في هذه الجولة الإخبارية الصباحية ومع غزو التكنولوجيات الحديثة ليوميات الفتيات الجزائريات اتخذت البعض منهن من الفضاء الأزرق وسيلة للبحث عن زوج يناسب طموحاتهن وأحلامهن من خلال عرض أنفسهن للزواج عبر الفيسبوك بعد أن كنا يستعن بصفحة الجرائد أتفاصيل عن هذا الموضوع مع ناسيم الوافية اخطب البنتك قبل ما تخطب لوليدك مثل حولته الفتيات الجزائريات إلى اخطب الروحك مدام في الحلال من خلال عرض مواصفتهن على الشبكة العنكبوتية بغرض إيجاد زوج مناسب ظاهرة يرجعها العارفون بخبايا المجتمع إلى العديد من الأسباب تركمت الفتيات خاصة في السن عشرين وعشرين 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 تلقى هذه الفتاة لا تحساش على الزواج بالتالي هي تخاف على المصير لأن الفتاة مدى بها تأشي الفطرة تأشي الفطرة العيلة حيار بها قاتل الفتاة أن العرض على الزواج قليلة جدا ويعني التاج أتي إلى أنها تعرض روح على فيسبوك تقول لا لا نلقى زوج من شهر بنفسي وحتى في بعض الحين كان فتاة لي قاعدة في الضيار يقول لك أنا يا شكونا حي يشوفني شكونا حي يدومون دين للزواج يعني يطلبني الزواج طوء أنا نبقى فيها هذه النقطة التالية رغم أن الدين الإسلامي لم يحرم عظى الفتيات أنفسهن للزواج إلا أن الأئمة يتحفظون على استعمال الفيسبوك وقص البحث عن شارك الحياة هو يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح للزواج فقد فعلت هذا امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الفيسبوك وهذه الأمور الأخرى التي تتلقى بالإنترنت والتي اخترع يعني يشرف عليها غير المسلمين فيخشى أن تستغل هذه المعلومات يعني للفتاة في الفساد فاحتياطا لشرف هذه المرأة ولمكانتها وكذلك لعزتها وإلى غير ذلك احتياطا فيجب العدول عن هذا تحطم أمل الفتيات في الحصول على فارس الأحلام مع ارتفاع نسبة العنوسة في الجزائر جعلهم يستعملون كل الوسائل المشروعة للظفر بزوج أسعد باستضافة الباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ حسين جهام شكرا أستاذ قبل أن أطرح عليك سؤال هل يمنع الإسلام المرأة من عرض نفسها لزواج هل يليق بمجتمعات لديها تقاليدها أعرف أن تعرض فيها الفتاة نفسها لزواج على موقع التواصل الاجتماعي شكرا على السؤال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إليم الدين هو القاعدة الأصولية أو عندما قسم علماء الإسلام التكاليف الشرعية إلى خمسة وضعوا المباح في الوسط بين الحرام والحلالي وبين المستحبي والمكروه لكن الذي ينبغي أن يتنبه إليه المسلم حين نقول بأن الأمر فلاني أو الفعل فلاني أو الشيء فلاني مباح هذا لا يدل على أن الشرع يبقى كمتفرج فقط قال هذه أمور مباحة يفعل ما تشاء لا الأمور مباحة ما هي؟ هي ليست حكما شرعيا هي استصحاب حال استصحاب حال ما معناه؟ استمرار الدنيا على حالها الزواج موجود منذ أن خلق الله آدم ليست الشراء آهية التي جاءت بالزواج بل خلقها خلق الله الرجل يحتاج إلى المرأة والعكس أيضا لكن هذا الحلال يتدخل الشرع أو ينظر إليه دائم يراقبه ويتدخل فيه حين يتحول الحلال إلى ما ليحمد عقباه فيصير محراما أو مكرهان كما يتدخل في إدراج الحلال أو يدفع بالحلاج ويرقى به من مستوى المباح إلى مستوى المستحب أو الواجب حين يصير سببا أو وسيلة أو شرطا لتحقيق مصلحة أضرب لك مثل قاعدة ويقاطبة بكل مذاهب لا قلاب فيه قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله معناه هنا عندنا مسألة مصلحة عامة لازم نحققها لماذا؟ لإصلاح معاش الناس معاش الناس المواطن لازم له ظروف يعيش فيها وهذا حق والحقوق أداء الحقوق في الشريعة واجب إذا كان هالحقوق حقوق المواطن مثلا أو الفرد أو الإنسان اللعب حتى لداخل الأسرة كالابنة والأمة والأخت والزوجة والجائلة كل شيء يجب أن نمر عبر الوسيلة الفلانية وهالوسيلة ممكن تكون طبيعية ممكن تكون ابتكار ممكن تكون اختراع يصير استعماله واجب كما قد يصير استعمال المباحي محرما حين يفضي إلى ما يترتب عليه أثم وباطل أو فوت مصرح إذن يجب أن لا يتعارض هذا السلوك مع الشريعة الإسلامية دعني أتمم عرض المرأة نفسها نفسها على الزواج أو على الرجل قد نقول بأنه مباح لماذا؟ لأنها عندنا سابقة وحدثت في التاريخ الإسلامي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إمرأة جاءت إمرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر في صوت الأحزاب ومرأة المؤمنة إنه ولهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنجحها فهي عرضت نفسها لو كان يعني الشيء هذا غير مباح لا منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن استدراك تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قال كنت أتعجب كنت أتعجب كيف تعرض النفس أن المرأة نفسها على الرجل حتى ولو كان النبي لماذا؟ أن حتى هذه المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وحدة فقط وحالة نادرة وشاذة وشاذة يأخذ به ولا يقس عليه هذا ليس الدليل نستبده الآن أو نبني عليه سلوك اجتماعي أو حتى نفسها نقول أي جمع نساقا عرض نفسهم للزواج لا تصير كارثة أخلاقية من جالب عند الجوام شوف تابعات هذا العرض المرأة نفسها للزواج أنا أدرجه في ما كان يعرفه في الجاهلية ببيع الرقيق ببيع النساء هذه ليس لها بائع بل هي التي تبيع نفسها في حقيقة الأمر لأنها سلعت نفسها سصورت نفسها سلعة وعرضتها على كما قلوا نحن على الكونتوار اللي طالاش قال هاي لك شوفوني ولا أجبتكم راحوا تدوني ألا تعتقد أنه ربما العنوسة سبب عرض بعض الفتيات الجزائريات نفسهن لزواج على مواقع التواصل الاجتماعي ليست العنوسة العنوسة ظاهرة بشرية موجودة في كل عالم منذ الأزل منذ خلق الله آدم منذ خلق البشر فيه نساء القدر القدر المكتوب أن الله سبحانه لم يهب لها زوجا هل كانت هذه في المجتمعات خاصة الإسلامية وحتى العربية حتى العربية نروحوا في مجتمع عربي غير مسلم عند المسيحيين لا يقومون بهذا في مصر عند الأقباط وعند الدروز وعند الكاتوليك الشرق في لبنان وغيرها أنه ندخل في قيم في قيم الروحية والنفسانية والسلوك والثقافة تعمل المجتمع هذا النساء الآن فيه غزو فكري يتميزه بالانسلاخ الأخلاقي التفسخ الأخلاقي لأنه هذا الأمر الذي هؤلاء النساء كنا يعتبرنا بأن ما يقومنا به مباحقا لكن يجب أن يستدرك عليهن بقضية الحياء هل هذا يعني يتنافى مع الحياء أو يتفق معه نحن نجد بأنه يتنافى مع الحياء يعارض الأخلاق الطيبة يعارض الأخلاق الحسنة قلت ناهيك عن تبعاته تبعاته بعض الأحيان تكون إجرامية فيه عصابات أشرار يترصدون النساء قبل الحديث عن مخاطر ربما عرض أي فتاة لنفسها لأزواج على الفيسبوك أستاذ نقولها صراحة أنه بعض الأسر والعائلات للجزائر يقول بعض وبعض الأمهات يعني ينصحنا بناتهن بانتهاز أي فرصة لأزواج وللبحث عن عريس هذه عوائل أقول بين قوسين غير مؤصلة ليس لها أخلاق وليس لها عرق صحيح كما نقول بالدارجة لأن الإنسان يستحي من أن يحرض بنته بل إن الإسلام دعنا نرجع إلى الشرع مدام بنوا هذا السلوك الانحراف على الدين وهو ليس حكم شرعي كما قلت بل هو استمرار حال استصحاب حال يقول الأصولين أقول الإسلام يقول نبي صلى الله عليه إذا أتاكم من ترضون دينه وأخلاقه فزوجوه حتى الرجل عندما يأتي إلى البيت يطلب ابنتك يجب عليك أن تمتحنه في أخلاقه ربما هذا الرجل ليس له أخلاق فيقول نبي صلى الله عليه وسلم لا تمنحه ابنتك لماذا؟ لأنك ستعرض حياتها إلى المشقة تعطي ابنتك لرجل غير متخلق ربما كسول ربما يطعط المخدرات لا يشتغل يقضي وقته في النوم في البيت مع التلفاز مع ربما أشياء تضر بصحاته تضرب المجتمع سلوكات غريبة سيئة إلى غير ذلك فانتقاء الزوج يكون حتى في الحالات العادية التي هي حين يقدم إلى البيت فما بالك من خلف الشاشة يأتيها أي واحد ممكن واحد يهودي ممكن واحد فاسق ممكن واحد تاج المخدرات يعني يستقطبها أو يستجربها فيدخلها في مخاطر كما نفرنا هنا يعني البحث عن عريس من قبل بعض الفتيات عبر الفيسبوك هي خطوة محفوفة بالكثير من المخاطر فيها مخاطر وأقول فيها الفشل التام لأن حتى الرجل هذا الذي يبحث عن شركة العمر في الانترنت أقول هو أيضا غير مؤصل ليست له أخلاق وليست له رجولة ومرؤى لأن الرجل قد يعرف المرأة وفي بالأحيان ويرى فيها كل صفات ويخشى التقدم يقول لا ربما فيها جانب خفي لست أعرفه وهل يمكن له أن يبقى في اتصال مع فتاة أجنبية لا يعرفها شوف الاتصال هذا تعرف فيه ضوابة شرعية الاتصال دائما هو مباح كما ذكرنا لأنه يبقى فتاة أجنبية بالنسبة له اتصال اسمح لي بأي طريقة يكون الاتصال عبر هاتف تكون بداية عبر الرسائل عبر الفيسبوك ثم تتطور لكي تصبح عبر الهاتف لكي تكون علاقة ربما زوجية مستقبلة هذا المسألة من الفتوى والذي سمعته عن بعض المشيخ مشيخنا في الجزائر حتى عن بعض الأزهاريين يقولون هذه مكروهة لماذا؟ لأنها قد تفضي إلى حرام وقد تدخل في خطوات الشيطان كما يقول أحمد شوقي رحمه الله نظرة فموعد فلقاء فتتقعين الأمور التي تحمد عقبها فمن خطوات الشيطان وقد تؤدي إلى ما ليحمد عقباه لأن الاتصال في عزلة وانفراد مع المرأة هذا لا يجوز شرعا هذا هو الاختلاط المحرم فقط في الشرع الإسلامية وهو الخلوة بالمرأة في مكان يستحيل على الناس اكتشاف تواجدهما لأنه قد يدفعوا إلى الفاحشة وإنزلاق النفس أما التواصل بين المرأة والرجل أمام العامة في أماكن محترمة هذا لا منع في الشريعة والدليل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المسجد والحديث مذكور عن صاحب البخاري قال أمرنا باسم النساء إذا قام الرجال من السجود أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حائل ولا فاصل بين الرجال والنساء فالاختلاط ونراه اليوم في مكان مكرمة في الكعبة عند الطواف الرجال اختلتهم بالنساء لا حرج في الاختلاط الذي لا يؤدي إلى الحرام ولا يكون إلا في العزلة فالاتصال فيما بينهما أقول على المرأة التي حقا تريد أن تبني بيتا أن تتفادى الأنترنت لأن الأنترنت مصيادة مصيادة في ضباب يعني عماء وعمى لا تدري من يقف خلف الجدار وقد يأتيك بصفة التي تريدينها ثم يعني يدرس نفسيتك ويعرف الشروط ويلبها لك يعني بطريقة نظرية بعدها تكون الخيبة لكن لو رجعنا إلى الشرع الحقيقي هذه هؤلاء النساء لا يعرضن أنفسهن من جانب شرعي أقول لا أتكلم عن نساء يعني لا يحظن بالضواب الشرعية فهذه يعني لا تعطي قيمة للقيم وللأخلاق وللدين فهذه مصيرها يعني ستجني ستجني مصيرها بنفسها أو تحفر قبرها بظفرها كما يقال في المثل أقول المرأة أن تقتدي بالصحابيات الصحابيات الجليلات التي كنا يعدنا بالآلاف ولم تعرض واحدة منهن نفسها على النفس السلامة حدثت إيه مرأة واحدة فقط عرضت نفسها ولم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وممكن أن نبني عليه يعني حكم لما دام نفس المرأة فعضة هذه المرأة فهذا أيضا يعني ممكن أن أعتبره أنا يعني ردد فعلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المستوى لماذا؟ لأنني أنا لا أقبل بالمرأة التي تعرض نفسها عليها أنا لا أقضوها نعم من الجانب الاجتماعي التحق بنا لأستاذ أعد الله محمدي بوزين الأخصائي الاجتماعي أستاذ محمدي أهلا بك هناك أهلا بك أهلا بك أهلا أخي محمد شكرا لك ولي غيفك الكريم ولي مشاهدي قناة النهار نعم سؤالي الأول أستاذ محمدي هناك من يقول بأن التقاليد التي تحكم مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي السبب الرئيسي في لجوء بعض الفتيات إلى طلب الزواج عبر النات على الاعتبار بأن المجتمع ينظر إلى العانس نظرة دونية ويعاملها بصورة ساخرة هل هذا صحيح؟ نعم أستاذ هذه الظاهرة الممتشرة بكثرة والتقاليد والآدات في المجتمع الجزائري ما زال يظلب عليها طابع التحقق والتفتر وليوم بلاتنا اليوم في شموك حارج جدا حارج جدا مع انتشار وسائل الحاديث وسائل الحديثة وسائل التكولوجية الحديثة التي استاهمت استاهمت من خروجها من هذه الأوطعة لكن قائما الخروج ما ليس بخروج بمنهة وتربوي وأخلاق فالكل في اليوم أصبحت أصبح الكل كل شيء مرتنودها على غير آدات وتقاليد أبأنا وأجدنا نعم وبالتالي وبالتالي على القطرة أن نستعي ذلك وتحترمنا حتى دير طرارات جناتنا والأخد يأيديهم إلى دير الأمان مع إعطاء هامش من الحرية أستاذ محمدي كيف تفسر ربما هذه التحولات الاجتماعية الآن نعم هذه التحولات جاءت بناء على تفتح المجتمعات على هذه الصلاعات وعلى هذه الوسائل الحديثة اليوم ننظر للمرأة والبنت الآن على أنها بصريح العبارة بمقلطي الدنيا تستغير حتى من أطرب الأطربين إليه حتى من الأسرة غابها عدوات العزمين والأخلاقي وباتت بعض الأسر تتجل حتى في أعراض باتهن تتجل حتى في أعراض باتهن يجد أسباب هدوها أن الدين عندما تكون هاملة يرجى تجد الأسرة إلى استغلالها استغلالا ساحشا بعيدا على الأخلاقية أو أخلاقية الأسرة المحافظة المسلمة نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله محمد بوزين الأخيصة الاجتماعية عودة لضيفي الأستاذ حسين قهم ألا تعتقد بأن زيادة نسبة العنوسة بين النساء والعزوبة بين الرجال ألدت إلى ظهور مثل هكذا تحولات اجتماعية وانهيار بعض القيم الاجتماعية أكيد هو توازن طبيعة ولكن هذه العنوسة أسبابها هي المشاكل المادية قلة الشغل لعدم وجود موارد مالية أو حيوية لإنعاش الحياة الشخصية والزوجية للشباب البطالة هذه تدخل في المضمون أيضا عندنا مشكلة السكن لكن الآن وأقول لحظنا بعدها بعض الشباب فتح الله عليهم له شغل له منصب عمل له وراتب لا بأس به ومع الحمد لله مشكلة السكن بدأ ينحل في الجزائر الذي حقيقة ملاحظة الآن الله يبارك الجزائر تبني آلاف آلاف بل بالملايين الشقق فيه توزيع تدريجي وأظن حسب ما نراه وإحصاءات المعطيات أنه بعد سنوات قليلة مشكلة سكن سيقل في الجزائر إن شاء الله سينتهي وسينعدم لكن لماذا لا يقبل هؤلاء الشباب اليوم مع توفر السكن مع توفر العمل ويبقون دائما العزوبة لماذا لأن الآن استلذوا استلذوا وهذه مسألة خاطيرة يتكلم عنها علماء النفس الإسلاميين أو متصوفة عندما يعالجون أمراض النفس يقول إنسان إذا استلذى إذا استلذى الشهوة صعب عليه الخروج منها لماذا لأنه سيجد فيها حلوة وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون هذا يقول الله سبحانه وتعالى وخطوات الشيطان هي هذه من كل زهرة من كل بستانين زهرة اليوم يدخل في الانترنت يشوف أحده من جزائر معك الجزائرية وحده موهران وحده من تيزيوز وحده من العاصمة وحده قبيلية وحده صحراوية بعد يقول كعليش ما نضربش طالة في الروس لأن الروس ما كانت تأشيرة شوف الروس ما شاء الله رهي شقروات رهي نزرقاء رهي لحمة كما يقولهما أو إيمان وتصديق وهو سلوك أيضا سلوك إذا لم يكون السلوك موافق للاعتقاد فيبقى فقط مجرد أفكار والعزيمة مفقودة وهذه العزيمة ماذا؟ من يقتلها تقتلها اتباع الشهوات لهذا قلنا آنفا أن بعض المباحات وهذا يذكره يعني مرجع المنظف في مقاصد شريعة الإمام الشرطي بالغناطي رحمه الله في القرن السابع الهجري يقول بعض المباحات تصمف مثل ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم يقول بأن تتبع تتبع الملذات ينسي الإله سبحانه وتعالى تتبع زخرة في الحياة الدنيا هذه مرأة جميلة هذه شقراء هذه صمراء هذه طويلة هذه عريضة بعد تعفي خرج إلى معطيات جديدة وهي يبحث عن المرأة الغنية والثارية كما جاء في الحديث تنكح المرأة لأربع لجمالها ومالها أو لنسابها وحسابها ودينها حتى أن أستاذ ربما بعض الشباب لنتحدث فقط عن الفتيات بعض الشباب من يقيم علاقة زوجية غير سليمة مع هذه الفتاة التي عرضت نفسها لزواج عبر الفيسبوك هو يحتال كما ذكرت لك يحتال لأنه ربما يريد فقط سيجربها هي سلعة رخيصة هي عرضت نفسها لو كانت تعطت قيمة نفسها تبقى في دربة بها في بيت أبيها في العز والحرمة بعد كل ما عز إلا وارتفع سعره وثمنه وانتع عندما تدفع الثمن غالي تحاذر على السلعة وتراقب وتحافظ عليها هذه المرأة عرضت نفسها مسكينة هي ذرت روحها ما تسواش كيف هو يعطيها قيمة لن يعطيها قيمة إذوق يرمي والخطر الآن أنا ربما أضيف لك نقطة أنه عندنا فتاوى التي يعني انتشرت على طريقة ما يسمى بعض الحركات الإسلامية لا أسميهم سائمنا من تسمية هذا المنحارفين أنهم اخترعوا زواج شيطاني هو زواج المسيار هو زواج يقضي على مقصد من مقصد شريعة وهي الحفاظ على النسل الزواج الدائم زواج هذا يعني لن نعرفه لي تعرفوا البشرية أجمع أنه يخلق أسرة وهذه الفائدة من خلق آدم نجعل في الأرض خليفة أما هذا زواج المسيار الذي يفتي به هؤلاء المنحارفون هم أيضا المحارفون جمسيا وجدوا لشهواتهم فتوى حرفوا به دين الله كما حرفت اليهود كما حرف غيرهم وإبليس فتوى زواج المسيار في الجامعة عجبته طفلان أنت جيت متبسى وأنا جيت مثل المسان عجبتيني نقضي شهرين معا وبعدين عفو الله وعم السلف وإحنا الحمد لله كنا في الحلال وإيه وراء الحلال والنتيجة ما هي ما هي النتيجة دين المرأة لكن سنشجع الشباب على تداول والاستمرار في المؤقت مؤقت مؤقت ويمضي الشباب بعد بحدي تزوج على خمسين سنة حتى المرأة لن تألد هذه النساء المساكني عرضوا في السمسل عراخيصان هذه حتى ستعقم لا يحتاج إليها أحد فالمجتمع سينهار كلية هذه تداعية الاقتداء بالغرب والاقتداء بالفتاوى أيضا الشذاء أستاذ حسين ألا تعتقد بأن الفتاة الأكثر تأثرا بالعنوسة سواء من ناحية النفسية هي التي تكون أقرب لعرض نفسها للزواج على الفيسبوك هي لبلك في رأيي إذا وصلت هذه المرحلة هي إحدى إثنتين إما أنها أصابة إحباط تريد مهما كل ثماء أن تتزوج أو أن هذه المرأة أيضا محتالة إنسان يجب أن يتبصر كان محتالات وشهيدنا سمعنا حتى عندكم هنا في البلاطو يوم الأيام تبعت حصة معكم عرضتهم أحد المحامية الجزائية تتحدث عن هذه الظاهرة أن النساء يحتبع الرجال تقولون عم وموافقة إن شاء الله وإحنا قصدين الحلال وطاعة الله ونديرون نصف الدين تعناه وتوليد فاميلا مقابلك وموافقك وتقول نفس الكلام يمكن لعشرين رجل في نفس الوقت ويجيوها عشرين خاتم وعشرين ماهر وعشرين كذا وتفتح بها سيوبيارات ولي حدثت فتحت سيوبيارات واحدة منهم فتحت تخلوها عزوجم الله يا رزي محمد كرات ودارة الأخوار الله يبارك يتاجر بنفسها عاقبته عند الله شديدة لكن هذا الرجل حتى هو مسذج إما أنه حتى هو يعني شاف نفسه بلي ما يسواش رح يحوز بالأنترنت هذا الزواج يعني رحي قيمة ربيقوا في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غاليظا غاليظ كي يقول لك غاليظ الله سبحانه وتعالى بقيمتها الزواج يتم وفق ضوابط ليس غير شرعية ضوابط نفسية اجتماعية ثقافية علش حالة في بعض الأحيان يستشرون بعض الشباب بعض الزملاء ناس أقارب ناس أحباب يقولنا نتزوج بفرنسوية ونجيبها بريطانيا نقول لدي أخي ما تزوج بحدة غير جزائرية أو الزواج تاعك هو أعرج ثقافتين مختلفتين يكون لكم متاع في الشباب ولكن انفصال في الكبر وعندنا رواية حمار الحكيم يتكلم عن هذه توفيق اسمه رحمه الله عن هذه الظاهرة نفسيا كيف يكون الزواج وأعرج قد يكون الزواج أو الزوجة أو الزوجين متقاربين من كل نواحي من ناحية الدينية من ناحية الثقافية من ناحية لغوية من ناحية الوطنية قال جزائرين تجي أنا نحس بخمسة جويلية أنا نحس بأول نوفمبر ناخذها فرنسوية مهما تكون دينها وإلى آخر هي بالنسبة لها برمينوفور ما تلعى إلى تحق لهم المجاهدين وأنا برمينوفور بالنسبة لها رأي تحرير الوطن صحيح ثقافتين ستخلق انشراخ في المجتمع حدثت كوارث الزواج هذا يعني الذي بني على أسس يعني رخيصة وغير ثابتة وغير مستقرة لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان عندما يتزوج الرجل الجمال يخذ مرأة الجميلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح رسول طبيب يقول اذفر بذات الدين تريبت يدك وفي حديث آخر يقول إياكم خضراء الدمن خضراء الدمن قلوين خضراء الدمن يا رسول الله قال مرأة الحسناء في منبت سوء لربما هي صح عندها مواصفات استحقها لكن أيضا انظر في أسولها لربما حدثت مشكل كنت حاضر فيها لمرأة طلبت الخلع وتوجهت إليها لجنة الإصلاح أنا أحد الأستاذات القاديرات الجزائرية من هنا من عندنا فهي حكمت هذه المرأة يعني قتلها مرأة تقيل له ومتطبش الخلع وهذا في الدين هو مذموم وعلى بل العواقب تحل الاجتماعية ولادك راح يعني يعيشوا مأساة من هذا الطلاق فتجيب هذه المرأة تجيبهم تقول أنا قررت عدم الرجوع إلى هذا الرجل ولو كلفني الموت وعندما بحثوا عن السبب لماذا أصرت على الخلع وعلى عدم الرجوع إلى البيت الزوجية قالت أنا ابنة مجاهد واكتشفت بأن زوجي عائلته من الحركة كانوا عملاء في الاستعمار كانوا يبيعوا الجزائرين الفرنسيين وليس ذبحوهم قالت من لن أقبل كابنة مجاهد أن أعيش مع ابن حركي فهذا الزواج ينبني على أصول تقارب لهذا يقول نفسه في حديث والزواج ليس زواج الأجساد هذا نظرة مادية هذا الناس الشهوات المسلم لا دائما يرقى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث ربا البخار رحمه الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف لا تبحث عن الروح لا تبحث عن الجسد أستاذ تحدث عن نقطة جدها ما سنختم بها النقاش لكي نتفاد هذا الزواج الأعرج تحدثت عن أهل الخير أهل الصلاح لكي نحافظ على تقليد المجتمع الجزائري الإسلامي هناك بعض الصالحون الصالحات يقومون بدور وسط الخير كي يجمع بين هذه الفتاة وبين هذا الشاب ويقيموا علاقة زوجية سليمة يعني بعيدا عن استعالة بالفيسبوح في القرآن قال والصلح خير في صورة النساء والصلح خير الله سبحانه وتعالى كما دائما نكرر ونقول بأن الإسلام جاء ليشورا الخير بين الناس في بعض الزواج أقول حتى هذه قاعدة يقول لنا أحد الأساتذ يقول إن من الصلح ما يستوجب التفريق إن من الصلح شوه هذه غريبة ولكن حكمة وصح والواقع يثبتهم إن من الصلح من بعض الصلح ما يوجب التفريق لماذا أنت تأخذ يعني إمرأة صالحة ويجيب لها يجي خطبها واحد في الأول يخذ على عائلة ويتبين في الأخير أنه إنسان يتعاطى مخديرات والعيذ بالله إنسان مجرم إنسان يعني فيه كل القبح والخبث ترضاه لبنتك أن إذا تب وراجع فمرحبا لكن خدعنا في الأول لكن أستاذ أريد أن طرح السؤال يجب أن نعود إلى سنوات الماضية مثلا يعني شخص كبير هكذا في السن يعني معروف في حيما ربما يساعد فتاة كي تجد ربما شاب كذلك خلوق يعني نعود إلى الطرق القديمة فيها هذه دخلة في باب الأمر بالمعروف أن المسلم يسعى إلى إصلاح بين المسلمين وبين يعني إرضائهم وإيجاد ما يحسن معاشهم حقيقة نحن سابق الأباء تعناو الأجداد كلهم إلى عهد قريب حتى ممكن أقول كان أخو في عائلتنا الجيل أو التعستينات سبعينات أنه كان يتزوجون برضى الوالدين كما نقول نحن الوالد لا يقبل لابنته المضرى ولا لابنه رأي الوالدين أو موقفهم يعني مهم جدا انظر عبدالخطاب رضي الله تعالى عنه يعني هذه المقصة لا يعرف الكثير من المسلمين كان كان مستأجدا من ابنه عبدالله عبدالله بن عمر خطاب ومن الصحابة المعروفين ويربي أحاديث كثيرة لماذا الألم خطاب يملاحظ في زوجة ابنه ما لا يعجب فطلب من ابنه أن يطلق قالوا طلق هذه المرأة لن تصلحها لك ولا تصلح لعائلتنا فعبدالله بن عمر قال لا أنا حر ونال زوجته وحقه وهذا يرجع إليه والحكم في يدي لم يطع أباها عبدالخطاب كل حال نتجم بعد ذلك خلاف فقه يقول علماء هل يدخلوا في وجوب طاعة الوالدين أن يطلق الزوجة لأن أباه أو أمه أمره أو يعتبروا عاقا لولده إن لم يستجيب أو أن مصلحة شرعية تستودي بالحفاظ على الزوجة ولا يطع الوالدين ما زال خلافنا لم يفك لكن يستشهدون بقضية أخرى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما نزل إلى مكة في المرة الأولى بحثا عن إسماعيل عليه السلام في المرة الأولى قال قولي لزوجك أن يغير عتبة البيت فطنق زوجته أطاع وليده أقول الآن حقيقة العادات الأولى كانت جيدة ونزوجك الناجح إلى غاية إلى نسبة عادية اليوم الفشل ذريع فالأولى أن نرجع إلى السلوك الأول ربما إن شاء الله فيه المنفذ والنجات شكرا البحث في الفكر الإسلامي أستاذ حسين قهام كنت ضيفي في هذه الجولة الإخبارية الصباحية شكرا لكم أستاذ إلى شان